إذن هذا هو الفيديو الخامس في وحدة المتتاليات حول المتتالية الهندسية أفهمنا الدرس نظريا جيدا هزينا عليه القواعد والمبرهنات والخواص وغيرها ثم بعد ذلك دينا باكاروريا دينا تبريد باكاروريا شعبة الرياضية 2021 فيها أفكار ممتازة وتعلمناها وكي نقول شعبة الرياضية هذا لا يعني أنه فقط شعبة الرياضية ليحلوه لا جميع الشعاب العلمية تقدر تفهمه وتقدر تحلوه وتتعلم الفكرة الممتازة بسم الله سلام عليكم ورحبا بكم جميعا إذن اليوم شاء الله مع درس جديد في وحدة المتتاليات بالنسبة لباكاروريا جميع الشعاب العلمية علم تجربية تقني رياضي ورياضية وأيضا من الإمكان يطلعوا عليه شعب التسيري الاقتصاد وهو حاول متتالية الهندسية من بين أهم الدروس عن الإطلاق في هذه الوحدة نخدمه كعادة نهزو جانب النظري مع الأمثلة وتطبيقات وغيرها وفي نهاية إن شاء الله الفيديو راح نهزو تمرين مأخوذ من الباكاروريا قبل ما نقرأ تعريف المتتالية الهندسية حابين نفهمه وش معناتها متتالية هندسية ثم بعد ذلك نهزو تعريف بكل سهول صح وفرض باللي عندنا حدود متتالية في صفر إلى غاية في ثلاثة مثلا قيمة في صفر هي على سبيل مثال ثلاثة قيمة في واحد مثلا هي ستة قيمة في ثلين هي مثلا ثناش قيمة في ثلاثة هي أربعة وعشرون رانا لاحظوا باللي حدود متتالية راح تتزايد المتتالية متزايدة من خلال أربعة حدود الأولى هذه ولكن عندنا ملاحظة مهمة جدا لاحظ من أجل الانتقال من V0 إلى V1 ما هي العملية اللقمنا بها ضربنا في ثلاثة ضربت في ثلاثة أصبحت ستة نفس الأمر من أجل الانتقال من V1 إلى V2 وجدرنا ضربنا في ثلاثة أصبحت تناعش تناعش أيضا ضربت في ثلاثة أصبحت أربعة وعشرون إذن باختصار شديد هذه المتتالية الهندسية وش هي المتتالية الهندسية؟ هي متتالية تضرب في عدد ثابت لو كانت تذكر في المتتالية الحسابية قلنا هي متتالية تزيد عدد ثابت المتتالية الهندسية تضرب في عدد ثابت صحة كيفاش نعبر عليها طريقة علمية لاحظ لو كانت تركز V1 مع علاقته بV0 V1 هو V0 تضرب في 2 فقط V2 مثلا ما علاقته بV1 V2 هو V1 تضرب في 2 نفس الأمر تماما V3 هو V2 وتضرب في 2 إذن في الحالة العامة المتتالية الهندسية هي متتالية تحقق هذه العلاقة كل حد يساوي الحد الذي قبله مضرب في عدد يسمى الأساس إذن هذه المتتالية تضرب في 2 نحن نقوله متتالية هندسية أساسها 2 إذن في الحالة العامة المتتالية الهندسية هي متتالية تحقق الشرط التالي أنه كل حد يساوي الحد الذي قبله مضرب في عدد ثابت هذا العدد يسمى ماذا؟ يسمى الأساس إذن تعريف القول أن V لأن متتالي هندسية حدها الأول هو V0 وأساسها رمزل عادة K يعني أنه من أجل كل آن ينتمي إلى آن يكون ماذا؟ يكون V لأن زيد واحد يكون ماذا؟ يكون يساوي K في V لأن K هذا ماذا يسمى؟ يسمى الأساس صح نديه مثال V لأن متتالية معرفة من أجل كل آن ينتمي إلى آن معرفة كما يلي معرفة مثلا أسية آن على ثلاثة أس آن أستاذ إذن يقدر يعطينا متتالية فيها الأسية وفيها الألن؟ نعم طبيعة الحال دا العادية يقدر يعرفنا بأي طريقة صحة السؤال هو هل V لأن هي متتالية هندسية؟ ركز معنا وش نديره؟ لازمتنا نحسبو V لأن زيد واحد واللاحظو هل هو فعلا V لأن مضروب في عدد؟ والله لا V لأن زيد واحد ما معناها؟ إذن ما نسوج دائما ليكون آن ينتمي إلى آن نحسبو V لأن زيد واحد V لأن زيد واحد وش معناها؟ معناها في برصد آن نضع آن زيد واحد إذن تصبح أسية آن زيد واحد على ثلاثة أس آن زائد واحد لاحظ الآن هنا عدنا طريقتين طريقة الأولى أنه اللحظة باللي V لأن زيد واحد هذه تساوي V لأن مضروبة في عدد ولكن هذه أيضا نقدر نستنجو منها حاجة مهمة جدا أنه نقسمو الطرفين على V لأن رح تولينا V لأن زيد واحد على V لأن تساوي K يعني حتى نثبت أن متتالية معينة هي متتالية هندسية يمكن أن نحسب V لأن زيد واحد واللاحظو باللي هو يساوي K في V لأن أو يمكن أن نحسب V لأن زيد واحد نقسموه على V لأن ونلقاوها عدد ثابتك إذن هذه اللي رح نحسبو فيها وش هي V لأن زيد واحد وش نقدر نديرو نقدر نقسموها على V لأن ونشوفو هل تخرج لنا عدد ثابت ولا لا إذن هذه اللي كنا نحسبو فيها هي V لأن زيد واحد قسمها الآن على V لأن V لأن عبرتها معطات وهي أسية آن على ثلاثة أس آن الآن قسمة كسرين معناتها الأول في مقلوب الثاني معناتها أسية آن زيد واحد على ثلاثة أس آن زيد واحد مضروبة في مقلوب الثاني يعني هذا نقلبوه يعني كتبوه ثلاثة أس آن في أسية آن ممتاز لاحظ هنا من خواص الأسية أسية آن زيد واحد كيفاش نقدر نكتبوها نقدر نكتبوها أسية آن في أسية واحد من خواص الأسية أيضا 3N زي 1 نقدر نكتبوها 3N في 3N1 وصية واحد وشي هي هي 3N1 هي أيضا نفسها 3 علش درنا هذا الأمر باش نختزله لأنه لاحظنا أنه يمكن أن نختزل قصية N ونختزل أيضا 3N مع 3N صح وش رح يبقى لنا؟ رح يبقى لنا U على 3 إذن هل V لأن زي 1 على V لأن هل خرج لنا عدد ثابت؟ نعم U على 3 هو عدد ثابت وش معانتها عدد ثابت؟ معانتها لا يتعلق بأن ما فيهش أن ما فيهش متغير أن إذن في هذه الحالة رح نقول بلي V لأن ومنه ومنه V لأن هي متتالية هندسية أساسها أساسها ماذا؟ أساسها هو كي العدد الثابت هذا اللي يخرج لنا هو الأساس هو U على 3 الآن لو كان حاب نجيبو حدها الأول وحدها الأول هو ماذا؟ لاحظ قال لنا من أجل كل آن ينتمي إلى آن يعني نبدأ من الصفر عادي يعني الحد الأول هو V صفر كيفاش نحسبوه؟ نعاوض قيمة آن وصفر يقول لنا أسية صفر على ثلاثة الصفر أسية الصفر هي واحد ثلاثة الصفر هي واحد واحد على واحد النتيجة واحد إذن هذا هو باختصار شديد كيف نثبت أن متتالية معينة هي متتالية هندسية نقسمه V لأن زايد واحد على V لأن نلقوه عدد ثابت ذلك العدد ثابت يسمى الأساس صح روح العنصر الثاني الآن إذن الآن مع العنصر الثاني في هذا الدرس لهو الحد العام لمتتالية هندسية وش رح نديره في هذا العنصر؟ لو كان ركزه في هذا المثال عدنا V لأن مكتوب بدلالة أن يعني عدنا الحد العام لمتتالية V لأن واستخرجنا منه الأساس والحد الأول هنا في هذا العنصر الثاني رح نديره العكس يكون عندنا الأساس ويكون عندنا الحد الأول كيفاش نكتب عبارة الحد العام للمتتالية مبارهنة V لأن متتالية هندسية أساسها كي وحدها الأول هو V صفر عبارة الحد العام من أجل كل أن ينتمي إلى أن يكون V لأن يسوي ماذا؟ يسوي دائما V صفر الحد الأول في كي الأساس مرفوع قوآن المتغير الطبيعي إذن نديه مثال بسيط على هذه القاعدة وعلى هذه المبرانة V لأن متتالية هندسية أساسها كي يسوي مثلا واحد على أربعة الأساس يقدر يكون أي عدد حقيقي موجب كسر جذر مهم عدد حقيقي أساسها كي يسوي واحد على أربعة وحدها الأول حدها الأول مثلا هزو V صفر يسوي ناقص ثلاثة نريد أن نكتب عبارة الحد العام لهذه المتتالية كيفاش؟ من أجل كل أن ينتمي إلى أن من أجل كل أن ينتمي إلى أن عبارة V لأن تكتب كما يعوض برك V صفر جحال قيمته ناقص ثلاثة في الأساس الأساس في هذا الحال أو شي هو واحد على أربعة الكل مرفوعة قواء هنا من المفروض أن هناك سؤال لازم تطرحه وهو تقول لي أستاذ المتتالية كما تفقنا في الدروس السابقة ليس شرطا أن يكون حدها الأول هو V صفر وهذه المبرهنة لمدينها تعالى حد العام راتكتب لنا فقط كيكون المتتالية تعالى حدها الأول هو V صفر ولكن يكون حدها الأول V وها حد V ثنين كيفاش نديرو؟ راح نديرو ملاحظة وخاصية وهي أيضا مبرهنة كيفاش راح نديرو فيها الملاحظة هذه؟ راح نهزو فيها في الحالة العامة ركز مليح في الحالة العامة ركز مليح هذا العبارة واش تقولنا الحد العام V لآن يساوي ماذا؟ يساوي V P V P الآن وشي هو هو الحد الأول ليس شرطا أن يكون V صفر يقدر يكون V واحد يقدر يكون V ثنين وهكذا مضروب فيكي P أس آن ناقص P آن هو المتغير الطبيعي P وشي هو؟ هو دليل الحد الأول لكان يكون الحد الأول هو V ثلاثة إذن دليله ثلاثة إذن P يساوي ثلاثة نديه مثال بش نفهموها قبل ذلك نكتبو الخاصية بطريقة رياضية صحيحة من أجل كل آن أكبر أو يساوي V لماذا؟ لأن الحد الآن الأول ما هوش صفر هو أي حد من حدود المتتالية صح نديه مثال بسيط وين يكون الحد الأول ما هوش V صفر إذن مثال نعتبر المتتالية إذن V لآن متتالية هندسية أساسها كي يساوي مثلا أربعة وحدها الأول ركز المليح V ثنين على سبيل المثال يساوي ثلاثة المطلوب منه هو كتابة V لآن بدلالة آن وش راح نقوله؟ راح نقوله من أجل كل آن ينتمي إلى آن ركز جيدة إذن لكم نرجعون لهذه من أجل كل آن ينتمي إلى آن نزيد الركز معها مليح إذن عبارة الحد العام لهذه المتتالية مكتوبة كما يلي V لآن قلنا V P V P معنى تالح حد الأول في هذه الحالة قلنا V ثنين مضروب في ماذا؟ مضروب في الأساس مرفوع قوة آن ناقص P P وش هي هي دليل الحد الأول في هذه الحالة رأى ثنين إذن آن ناقص ثنين الآن ماذا نديرون؟ نعوضوا V ثنين نعطاه نقل ثلاثة في الأساس معطى أربعة قوة آن ناقص ثنين إذن هكذا راح نكتبو عبارة الحد العام للمتتالية الهندسية في حالة أن حدها الأول ليس إي صفر ليس V صفر مراحضة فقط هنا لا يصح أن نقول من أجل كل آن ينتمي إلى آن علش لأنه لو كان نقول من أجل كل آن ينتمي إلى آن معت هذه المتتالية تبدأ من صفر عادي ولكن راح نقول حدها الأول ثنين إذن باش نكون وصحة إذن نقول من أجل كل آن عدد طبيعي بشرط أن آن هذا يكون أكبر أو يسوي ثنين علش لأن المتتالية راح تبدأ من إذن لحده الآن وشوفنا شوفنا تعريف متتالية الهندسية كيف نثبت أن متتالية معينة هي متتالية الهندسية شوفنا عبارة الحد العام في الحالتين تبقى أنه عنصر مهم جدا في دأس المتتالية الهندسية وماذا هو? المجموع إذن الآن مع العنصر الثالث feod Quant متتابعة لمتتالية هندسية الآن راح نشوف المباراة هنا V لآن متتالية هندسية حدها الأول V0 وأساسها هوكي من أجل أن ينتمي إلى أن ليكون S المجموع كيفاش معرف V0 زايد V1 زايد V2 زايد V3 إلى غاية V لآن ذوق الحد الأخير هذا V لآن يقدر يكون كيفي V لآن بدلات آن ويقدر يكون حد ثابت مثلا V 2022 V100 V200 الآن عدنا قاعدة فقط بسيطة لازم نحفظوها ونطبقوها على المثيلة ونشوفهم بعد في 80 ميلة كيفاش راح نحتاجوها الآن القاعدة هذه وش تقول لنا تقول لنا الحد الأول في المجموع الحد الأول في هذا المجموع على سبيل المثال هو V0 في الأساس عدد الحدود عدد الحدود عدد الحدود لو كانت تذكر مدينا العلاقتها وفي الدرس المتتالية الحسابية بلنا دائما عدد الحدود نحسبوه وفق العلاقة تالية دليل الحد الأخير ناقص دليل الحد الأول زائد واحد في هذا الحالة عدد الحدود آن ناقص صفر زائد واحد إذن عدد الحدود هو آن زائد واحد إذن الأساس عدد الحدود ناقص واحد على الأساس ناقص واحد ملاحظة فقط جماعة لأنه على بالي بل بعض التلاميذ راح يغيب لهم في هذا القانون يقولك ستعرفه غالط هذا جماعة باختصار شديد نقدر نعبره عليها بطريقة نفسها تماما تقدر يقولك الأساس ناقص واحد على الأساس ناقص واحد ويقدر يقولك العكس واحد ناقص الأساس وسعدد الحدود على واحد ناقص الأساس وهي نفس النتيجة لماذا؟ لأنه هنا هنا خرجنا ناقص من البسط وخرجنا ناقص من المقام تعكس الفرق في البسط وتعكس المقام في البسط وراح تنقص مع بعضها يعني هذا أو هذا كيف كيف أنت فقط تذكر واحدة فيهم واخدم بيها صح نهزو مثال ذي لآن متتالية هندسية أساسها كي يسوي ثلاثة وحدها الأول في صفر يسوي ثلاثة المطلوب مننا هو حساب هذا المجموع من في صفر في واحد إلى غير في لآن هنا نتذكر فقط المبارهنة وش تقول لنا تقول لنا في صفر إذن في صفر هو الحد الأول معلش نكتبه القاتل في صفر في الأساس وسعدد الحدود تبدأ بصفر وتخلص بآن قلنا عدد الحدود هو آن زيد واحد ناقص واحد على الأساس ناقص واحد ممتاز الآن في صفر عوضوبرك ثنين في الأساس وش حلقينته قلنا ثلاثة مرفوع قوة عدد الحدود آن زيد واحد ناقص واحد في المقام عدنا ثلاثة ناقص واحد ثلاثة ناقص واحد النتيجة تساوي ثنين إذن ثنين نقدر نختزلها مع الحد الأول النتيجة اللي احتبقى لنا وش هي احتبقى لنا ثلاثة آن زيد واحد الكل ناقص واحد إذن هذا وباختصار شديد مجموعة حدود متتابعة لمتتالية هندسية الآن شفنا كل ما يتعلق بالمتتالية الهندسية ما عدا عنصر وحيد لهو الوسط الهندسي نفس الملاحظة اللي قدمتها للوسط الحسابي أنه الوسط الهندسي ما نقدموش في الدرس على المتتالية الهندسية علش لأنه فقط هزينا تعريف وهزينا حد العام وهزينا المجموعة لازمتنا نطبقوا على هذا الحواج الوسط الهندسي هو فكرة أخرى وتحتاج نوع من التمارين الخاصة بالوسط الهندسي رح تلقوها في سلسلة أفكار العلامة الكاملة إذن بعد هزينا كل ما يتعلق بالدرس وش رح ندير الآن رح ندير مثال مأخوذ من البكالوريا ونشوف في تمرين معين تماني البكالوريا كيفاش نحتاج الدرس المتتالية الهندسية واصلوا معنا المشاهدة إذن الآن مع التمرين قلنا رح نديرهم بكالوريا شعبة رياضيات 2021 ملاحظة فقط على بالي كثير من تنميذ خاصة تنميذ شعبة علوم تجريبية يعني يشوفوا تمرين مأخوذ بكالوريا شعبة يتصوروا بليرا صعب جدا وفي أفكار ميقدروا شي حلوة لا عادي كين أفكار مشتركة بيننا قضية الحسابات وكذا ركزه فقط رح نجاوب عليه بكل سهول إذن كل عادة في أغلبية التمرين المتتاليات أولا يعطينا متتالية معرفة بعلاقة تراجعية إذن حدها الأول E0 معطى ويساوي ناقص 3 على 2 من أجل كل الآن ينتمي إلى العلاقة تراجعية مكتوبة إي لأن زايد 1 يساوي بدلالة إي لأن وعرفنا متتالية أخرى V لأن مكتوبة بدلالة إي لأن السؤال الأول بين أن V لأن هي متتالية هندسية أساسها 3 ويقولنا في الدرس كيف نثبت بلي متتالية هندسية نحسب V لأن زايد 1 على V لأن بما أنه قال لنا أساس 3 إذن لازم تخرج النتيجة تساوي 3 إذن هذه الفكرة فقط كيفاش رح أنفض كيفاش نديرو كما قلنا في المتتالية حسابية من الأفضل نحسب V لأن زايد 1 نبسطوها ثم بعد ذلك نقسموها على V لأن إذن ليكن أن ينتمي إلى واش عدنا نحسبو قلنا V لأن زايد 1 V لأن زايد 1 كيفاش نحسبوها نروح العبارة V لأن مكان الآن ناضع آن زايد 1 إذن تول罵 إي لأن زايد 1 الكل زايد 1 على إي لأن زايد 1 الكل زايد 2 ممتاز الآن واش رح نديرو نعوض إي لأن زايد 1 ننجبوها من العلاق التراجعية إذن الآن نجب إي لأن زايد واحد ننجبوها من العلاق التراجعية إذن ثنين مضروبة في ماذا إي لأن زيد واحد إي لأن زيد واحد هاي ماذا تساوي تساوي 11 إي لأن زيد ربعة على ناقص ربعة إي لأن زيد واحد وشرا نزايد لها ونزايد لها واحد إذن زايد واحد في المقام نفس الأمر إي لأن زيد واحد عوضها بعبارتها 11 إي لأن زيد ربعة على ناقص ربعة إي لأن زيد واحد نزيدولها ماذا ثني ممتاز انتبه معنا ما عدنا ثنين هنا مضروبة في الكسر إذا أنت قدرت تضرب في المبسط ثنين في حداعش وشحالت لي رح تولينا ثنين وعشرين إليها ربعة مضروبة في ثنين إذا رح تولينا ثمانو ملاحظة فقط أي حاجة تتعلق بالمتتاليات رح انتهت علاش لأنه خلاص حساب يداوي توحيد مقامات فقط ركز قليلا ورح نوصل للنتيجة صحة كيفاش نوحد المقامات ثنين هذين ضربوها في المقام اللي هو ناقص ربعة يلي آن زايد واحد ونقسموها على المقام اللي هو ناقص ربعة يلي آن زايد واحد نفس الأمر تماما في البسط عدنا الواحد هذا لازم نوحدوله المقامات مع الكسر إذا نضربوه في المقام وقسموه على المقام رح يتكتب ناقص ربعة يلي آن زايد واحد على ناقص ربعة يلي آن زايد واحد ممتاز الآن ركز مليح عدنا خط كسر كبير في البسط المقام راح مشترك وهو ماذا؟ وهو ناقص ربعة إي لآن الكل زائد واحد ننتبه برق قليلا وش عدنا؟ عدنا 22 إي لآن وحن نقص منها ربعة إي لآن 22 ناقص ربعة إذن نتيجة 18 إي لآن زيد أعداد ثوابت وش عدنا؟ عدنا ثمانية رح نزيد لها واحد النتيجة تسعة إذن زائد تسعة ممتاز في المقام وش عدنا؟ نفس الأمر تمام المقام مشترك وهو ناقص ربعة إي لآن زائد واحد وفي البسط وش كاين؟ كاين 11 إي لآن هنا 2 في ناقص ربعة إي لآن إذن ناقص ثمانية إي لآن 11 إي لآن ناقص ثمانية إي لآن النتيجة ثلاثة إي لآن ممتاز زائد وش عدنا؟ عدنا ربعة زائد ثنين في واحد إذن ربعة زائد ثنين إذن نتيجة ماذا؟ النتيجة ستة ممتاز هنا نقدر ندير الأول في مقلوب الثاني ولكن بما أننا في المتتاليات نحتاج بكثرة الحساب على الكوصور نتعلموه هذه الخاصية لما يكون عندنا A على B مقسوم على C على B يعني كسرين مقسومين على بعضهم وفي زوج عنده نفس المقام خاصية تقولنا أنه نقدر نختزل المقام مع المقام مباشرة كيكونوا متساويين إذا نقدر نختزل المقام مع المقام لم يعرفاش يدير الأول في مقلوب الثاني رح يلقى إيضا المقام يختزل له مع المقام إذن وش بقاتلنا؟ بقاتلنا 18 إي لآن زائد 9 هذه في البسط وفي المقام وش بقاتلنا؟ بقاتلنا 3 إي لآن زائد ماذا؟ زائد 6 ممتاز لو كانت ركزوا معنا في درس المتتالية الحسابية قلنا في إثبات أن المتتالية معينة هي حسابية والهندسية عدنا حاجة لازم نركز عليها بتركيز شديد اللي هي العوامل المشتركة لاحظ هل هناك عوامل مشتركة؟ نعم في البسط موجود عامل مشترك في المقام موجود عامل مشترك في البسط واضح باللي هناك عامل مشترك هو 3 استخرجوا كعامل مشترك إذن 3 إي لآن تبقى إي لآن 6 على 3 النتيجة تبقى لنا 2 إذن البسط كيفاش نقدر نكتبوه؟ نقدر نكتبوه 3 في إي لآن زائد ماذا؟ زائد 2 ممتاز صحة في المقام دركن الآن في البسط أيضا كعامل مشترك 18 إي لآن زائد 9 كعامل مشترك خرجنا 9 كعامل مشترك 18 على 9 وإي حال تبقى لنا 2 إذن 2 إي لآن 9 خرجناها كعامل مشترك يبقى لنا 1 عود أنشر رح تلقى رحك رجعت النفس الكتابة اللي عندنا إذن دائما حاولوا ننتبهوا مع العوامل المشترك إذن 9 مضروبة في ماذا؟ مضروبة في 2 إي لآن الكل زائد 1 ممتاز هنا 9 على 3 9 على 3 كيفاش نقدر نكتبوها؟ 9 على 3 هي 3 فقط 9 على 3 هي 3 مضروبة في ماذا؟ مضروبة في 2 إي لآن زائد 1 على إي لآن زائد 2 الآن نقدر نقولوا بلي هذي هي أبسط شكل في لآن زائد 1 نقسموه على في لآن ويخرجنا عدد ثابت ولكن لو كان ننتبهوا فقط لاحظ جيداً خرجتنا 3 مضروبة في هذه العبارة وهذه العبارة وشي هي؟ لو كان تركز هي نفسها في لآن إذن خرجتنا تساوي 3 في في لآن قلنا نحن نقدر نثبته بلي في لآن زائد 1 على في لآن نقدر نثبته بلي يساوي 3 أو التعريف الأول اللي شفناه في الدرس نقدر نثبته بلي في لآن زائد 1 يساوي 3 في في لآن الأساس في في لآن إذن وصلنا للمطلوب منه وصلنا في هذه الحالة في لآن زائد 1 يساوي 3 في لآن نستنتج فعلاً أن في لآن هي متتالية هندسية أساسها ماذا؟ أساسها كي يساوي 3 قال لنا المطلوب منه حساب حدها الأول إذن حدها الأول هو ماذا؟ هو في صفر لأنه قالنا من أجل كل أن ينتمي إلى آن إذن تبدأ بصفر عادي صح في صفر روحوا لعلاقة تعفي لآن ونعوضوا بصفر إذن واش رح تولينا؟ رح تولينا 2 في إي صفر زائد 1 على إي صفر زائد 2 الآن إي صفر مني نجيبه من العلاقة التراجعية ره معطر ونعوضوه فقط ونوحدو المقامات بإمكاننا فقط نحطوه في الألحة سيبا رح تحطينا نتيجة مباشرة إذن 2 في إي صفر إي صفر روح حل قيمتها؟ قيمتها ناقص 3 على 2 زائد 1 في المقام إي صفر قيمتها ناقص 3 على 2 زائد 2 إذن وش لازم اتنا نديرو الآن؟ لازم اتنا نوحدو المقامات 2 في ناقص 3 النتيجة كم تساوي؟ تساوي ناقص 6 نوحدو المقامات في البسط وفي المقام الواحد هذا نكتبوه 2 على 2 2 هذي نضربوها في 2 وقسموه على 2 باش تتوحدن المقامات إذن ركز مليح المقام مشارك في البسط هو 2 في المقام هو 2 عندك ناقص 6 زي 2 إذن نتيجة ناقص 4 عندك ناقص 3 وتزيد لها ماذا 4 إذن نتيجة ماذا 1 إحنا وجدنا قلنا نقدر نختزل المقام مع المقام كيكونوا نفسهم تبقى أن تساوي ناقص 4 على 1 إذن النتيجة تساوي ناقص 4 وبالتالي هذه متتالية هندسية أساسها 3 وحدها الأول هو ناقص 4 بعد هذا المطلوب مننا قال لنا أكتب V لأن بدلالة أن إذن المطلوب مننا الآن هو V لأن بدلالة أن الآن قلوا لي يكون أن عدى طبيعي ينتمي إلى أن كيقول لنا لي أكتب V لأن بدلالة أن تفقنا في الدرس السابق أنه معناتها عبارة الحد العام للمتتالية V لأن المتتالية V لأن هي متتالية هندسية عبارة الحد العام قلنا في الدرس هي V0 في كي أس أن V0 معطاوة يساوي ناقص 4 حسبناه الأساس قال لنا 3 إذن الأساس هو 3 مرفوع قوة أن هذا باختصار شديد كيف نبدو عبارة V لأن بدلالة أن للمتتالية V لأن إذن ليكون أن ينتمي إلى أن نفس الطريقة لخدمنا بها التمرين المتعلق بالمتتالية الحسابية قلنا الآن نرجع لهذا العلاقة هذا العلاقة لاحظ عدنا V لأن مكتوب ب دلالة أن ولكن ما عدناش إي لأن مكتوب بدلالة أن إذن انطلاقا من هذه العبارة نبحث على إي لأن ماذا يساوي إذن لدينا V لأن يساوي 2 في إي لأن زيد 1 على إي لأن زيد 2 نبحث على إي لأن ماذا تساوي جداء الطرفين يساوي جداء الوساطين ومنهم V لأن راح تتضرب في هذا القوس إذن تصبح V لأن في إي لأن زيد 2 V لأن في الطرف الآخر البسطي تضرب فيه 1 إذن تبقى لنا 2 إي لأن زيد 1 إحنا رأنا نبحثه على ماذا نبحثه على إي لأن إذن إي لأن في طرف والحواج لي فيهم V لأن في الطرف الآخر ممتاز صحة ستبقى لنا V لأن في إي لأن رجعوا إي لأن مننا إذن ناقص 2 إي لأن في الطرف الآخر يصبح موجود ناقص 2 V لأن الكل زيد 1 ومنه الآن نستخرجوا إي لأن كعامل مشترك راح تبقى لنا V لأن ناقص 2 في الطرف الآخر تساوي ناقص 2 V لأن زيد 1 الآن نبحثه على إي لأن إذن بعيد على القريب راح نلقو إي لأن يساوي ناقص 2 V لأن زيد 1 على ماذا على V لأن ناقص 2 إذن لاحظ هنا وصلنا إلى عبارة إي لأن الآن وش نديره فقط نعوض عبارة V لأن في دلالة أن وش معناتها هذه الفكرة لاحظ V لأن نقينها ناقص 4 في 3 أس أن إذن ناقص 4 في 3 أس أن الكل ناقص 2 فنبسط أيضا ناقص 2 في V لأن إذن هذه تضرب في ناقص 2 ناقص 2 في ناقص 4 راح تولينا ماذا راح تولينا 8 في 3 أس أن الكل زائد 1 ممتاز الآن نركز معنا هل وصلنا للنتيجة اللي عدنا هل وصلنا للنتيجة المطلوبة منا لا لاحظ هنا الكتابة كيف شراء مكتوبة عدنا وهو كيف شراء طالب مها منا إذن كين فرق بين العبارتين هنا عدنا طرق مختلفة لإثبات هذه المساوات لو كانت تذكر أسهلها على الإطلاق في 80 دولتها فقنا عليها لما نوصل لنتيجة غير النتيجة المطلوبة مننا ومتأكدين باللي رانا صحاها واش نقدر نديره نقدر ننتيجة نتاعنا ننبسطوها إلى أبسط شكل ممكن والنتيجة المطلوبة مننا ننبسطوها أيضا إلى أبسط شكل ممكن ونلقاو المساوات إذن ومن جهات أخرى ومن جهات أخرى رايحين ننبسطوا العبارة اللي عطاهنا شوف العبارة اللي عطاهنا كيفاش 3 على 2 زايد 4 في 3 أسآ الكل ناقص 2 بطبيعة الحال واش لازم نديره لازم نوحده المقامات كيفاش نوحده المقامات 2 هذي تتضرب في المقام وتقسم على المقام اللي هو 2 زايد 4 في 3 أسآ 2 زايد 4 في 3 أسآ الآن المقام أصبح مشترك وهو ماذا؟ وهو 2 زايد 4 في 3 أسآ في البسط ركز المليح واش عدنا؟ عدنا 3 ناقص 2 في 2 إذن 3 ناقص 4 إذن النتيجة هي ماذا؟ هي ناقص 1 عدنا ناقص 2 في 4 في 3 أسآ إذن وش ها رح تولي؟ رح تولي ناقص 8 في 3 أسآ الآن هل هي نفس النتيجة اللي عدنا هنا؟ لاحظ جيدا لاحظوا بلي البسط هي شبه البسط والمقام هي شبه المقام ولكن هنا اختلاف بسيط إحنا البسط 앞نا كلش به الزايد هو البسط عنده كلش بالنقص إحنا المقام عندنا كلش بالناقص وهو المقام عنده كلش بالزايد إذن كيفاش نوصله للنتيجة اللي كانت عندنا؟ نقدروه نضربه البسط والمقام في زوج في الناقص إذن نضربوا البسط والمقام في زوج في الناقص يعني نضربوهم في الناقص واحد البسط يتضرب في ناقص واحد والمقام يتضرب في ناقص واحد يعني رح نحن عكسوا الإشارة بكل بساطة باش نحصلوا على المطلوب منه هنا تتعكس الإشارة تصبح 1 زايد 8 في 3 أسان وهنا تتعكس الإشارة تصبح ناقص 2 ناقص 4 في 3 أسان إذن لاحظ ماذا؟ لاحظ بالنتيجة اللي اعطاهنا والنتيجة اللي وصلنا لها رهم نفسهم إذن ومنه تحقق المطلوب إذن وكنا أيضا لو كان اجتهدنا فقط قليلا ولاحظنا وشي هو الفرق بين الشي اللي عندنا وشي اللي عنده وكنا قادرين نوصله للنتيجة بكل سهولة الآن بعد ما أثبتنا هذه العبارة بعد ما أثبتنا عبارة إيلي آن بدلالة آن طلب منا قلنا أحسب نهاية إيلي آن لما آن يقول إلى زائد ما لا نهاية إذن أحسب نهاية المتتالية إيلي آن لما إيلي آن يقول إلى زائد ما لا نهاية كيفاش نحسب نهاية إيلي آن؟ نهاية إيلي آن؟ إذن نهاية إيلي آن لما آن يقول إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية في البسط عندنا ثلاثة في المقام عندنا ثنين زائد أربعة في ثلاثة أس آن الكل ناقص ثنين لما آن يقول إلى زائد ما لا نهاية إيلي آن؟ لاحظ الآن نبدأ ونحسب هذه العبارة التي فيها آن وهي أربعة في ثلاثة أس آن لما آن يقول إلى زائد ما لا نهاية هذه اللي كانت تركز قليلا هي متتالية هندسية حدها الأول أربعة وأساسها هو ثلاثة بعد في نهاية هذه الوحدة عدنا درس اسمه نهايات المتتاليات راح نمد جميع الحالات لحساب نهاية متتالية هندسية ولكن الآن تقدر فقط تتقبل لهذه المعلومات أنه لما تكون متتالية هندسية أساسها أكبر من واحد كما في هذه الحالة أساسها ثلاثة إذن هو أكبر من واحد في هذه الحالة نهاية متتالية هندسية يزايد ما لا نهاية إذا متتالية هندسية أساسها أكبر من واحد نهايتها تساوي زيد ما لا نهاية وفي الدرس عن نهاية سنحكي عنها بتفصيل إذن لاحظ الآن أصبحت ماذا؟ أصبحت هالي كونها تقول إلى زيد ما لا نهاية تزيد لها عدد زيد ما لا نهاية ثلاثة على زيد ما لا نهاية النتيجة صفر إذن هالي كونها تقول إلى صفر وبالتالي وشمقنا أتبقنا فقط أن نهاية المتتالية إي لآن هي ماذا؟ هي ناقص أثني إذن الآن في آخر سؤال في هذا التمرين ألف تحقق أنه من أجل كل آن ينتمي إلى آن يكون ثلاثة على إي لآن زيد ثنين ناقص ثنين تساوي ناقص ذي لعن إذن المطلوب منه واضح جدا أنه نثبته هذا المساوات إذن كيفاش رح نديره؟ رح ننطلق من العبارة بالمعطات اللي هي ثلاثة على إي لآن زيد ثنين لكل ناقص ثنين وفي الأخير نصوب اللي تساوي ناقص ذي لعن واش لازم نديره؟ واضح بلي لازم أحد المقامات إذن نضرب في إي لآن زيد ثنين نقسم على إي لآن زيد ثنين إذن المقام المشترك الآن أصبح إي لآن زيد ثنين في البسطة كزمليح واش عدنا؟ عدنا ناقص ثنين إي لآن هذه واضحة إذن ناقص ثنين إي لآن زيد واش عدنا؟ عدنا ثلاثة ناقص ثنين في ثنين إذن ثلاثة ناقص أربعة إذن النتيجة وش حال تساوي ناقص 1 السؤال هو هل هذه العبارة تساوي ناقص V لان؟ نعم لأنه ركز V لان وش تساوي بذلاج V لان؟ رحنا نلاحظوا بالله هذا الكسر رح مضرب في الناقص كيفاش نزيد ونوضح هذا الأمر المليح؟ لو كان نخرجه فقط ناقص من البسط لو كان نخرجه ناقص من البسط رح تبقى لنا 2 E لان زايد 1 على E لان زايد 2 والناقص لما تكون في البسط أو في المقام نقدر نبدوها الكسر ككل إذن هذه رحى عبارة V لان مضربة في الناقص على شرطنا إثبات هذه المساواة من أجل السؤال هذا اللي يتعلق بالمجموع ركز جيدا قال نا أحسب هذا المجموع ألان 3 على E0 زايد 2 ناقص 2 ألان 3 E1 زايد 2 ناقص 2 ألان 3 على E لان زايد 2 ناقص 2 احنا في سلسلة أفكار العلامة الكاملة رح تنقون إن شاء الله فيديوهات حول المجاميع والجداءات في المتتليات ورح تفهموا كل الأفكار الموجودة ولكن كمبدأ نقدرون نخدم بها في الحالة العامة في المجاميع نحاول دائما نروحوا إلى آخر حد في المجموع ركز جيدا آخر حد في المجموع ألان 3 على E0 زايد 2 ناقص 2 لو كانت تنتبه قليلا 3 على E0 زايد 2 ناقص 2 نرى نثبتناها بلتساوي ناقص V لان إذن واضح أنه ما كان هذا العبارة نضع فقط ناقص V لان علشة أستاذ روحوا للحد الأخير علشة تنروحوا للحد الأخير لأنه ما تنساش الحد الأخير هو الحد العام مكتوب بدلت أن معناتها إذا كان فهمناه هو كيف شراء مكتوب رح نفهموا اللي قبله كامل وبالتالي كعد الأخير هو ألان ناقص V لان إذن الأول شي هو ألان ناقص V سفر وهذا واضح علشة لأنه لما تعوض قيمة أن هنا بسفر رح توليك ناقص V سفر وهكذا كيف نفهموا الحد الأخير رح نفهمناه الحدود اللي قبله كامل صحة ركز مليح معنا إذن عندك زائد ألان في ماذا؟ ألان هذه قلنا ألان ناقص V واحد علش لأنه قيمة أن هنا صفر قيمة أن هنا واحد لو كان تعوض هنا بواحد رح توليك ناقص V واحد ممتاز انتبه معنا قليلا بش نفهموها جيدا هنا رح قلنا ألان ناقص V لان ذكر معنا V لان وشي هي V لان هي ناقص 4 في 3 أسان علش ضربها هو في الناقص؟ من أجل فقط ينحي لها الناقص هذه بش تولي مقدار موجب ويقدر يدخل داخل الألان إذن ألان V لان كيفاش نقدر نكتبوها؟ مضربة في الناقص إذن تتنحى الناقص فقط تكتب 4 في 3 أسان وبالتالي الأول ألان ناقص V سفر وشي هو؟ ألان V سفر V سفر وشي هو؟ هو ناقص 4 في 3 أسان وهو أضربها في الناقص لأننا نقوله ألان ناقص V سفر إذن تختفي هذا الناقص فقط تصبح 4 في 3 أسان عموما كيف تفهم الحد الأخير كيفاش نكتوب؟ الحدود الأولى عوض بركب الأعداد كما في الأول بوش رح نعوضه هنا عوضنا بسفر هنا حنعوضه بواحد شوف الحد الأخير دائما فقط الحد الأخير عوض بواحد إذن 4 في 3 أس واحد وهكذا الآن ما تذكر معنا ألان زيد ألان زيد ألان زيد ألان إذن الفكرة استعمال خواص الألان ألان A زائد ألان B النتيجة وش تساوي خواص تساوي ألان A في B إذن هذه الخاصية باختصار شديد إذن وش نقدر ندير ألان زيد ألان زيد ألان إذن ما بداخل ألان رح تولي ألان وحدة وما بداخل ألان هذا كامل يضربه في بعضهم إذن 4 في 3 أس صفر تتضرب في 4 في 3 أس واحد تتضرب في 4 في 3 أس اثنان إلى غاية 4 في 3 أس آن ركز معنا هنا داخل الألان أصبحت موجودة جداءات وش هي الجداءات هذه 4 في 3 ربعة في 3 ربعة في 3 ربعة في 3 ربعة في 3 إذن وش نقدر نديره دائما أيضا من بباطئ المجاميع والجداءات اللي رح تشوفوها في الفيديو تاع أفكار العالمة الكاملة أنه نجمع الحوايج المتشابهة مع بعضها يعني هنا عدنا ربعة 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 إذن نكتبه كامل ربعة 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 أمام بعضهم هكذا ثم عدنا 3 أس صفر في 3 أس واحد في 3 أس اثنين وهكذا إلى غاية 3 أس آن مليح؟ أنتبه معنا هنا عدنا معلومة نقصة نزيد ونشوفوها وشي هي ركز مليه 3 أس صفر في 3 أس واحد في 3 أس اثنين هنا عدنا خاصية تقول لنا ضربوا القوى جمعوها يعني نجمعوا القوى برك 3 أس صفر في 3 أس واحد في 3 أس اثنين إذن نجمعوا القوى فقط إذن نقولوا صفر زايد واحد زايد ثنين زايد إلى غاية آن هذه رح نجد حسبنا 3 أس صفر في 3 أس واحد في إلى غاية 3 أس آن صحة بقتلنا ربعة في ربعة في ربعة في ربعة ربعة في ربعة في ربعة كم من مرة لازم نعرفوش حال موجودة من مرة هذه ربعة إذن قلنا لازم نعرفوش حال موجودة ربعة من مرة لو كان الركز فقط ربعة في كل حد موجودة ربعة في كل حد موجودة ربعة يعني لو كان يعود عدنا عشرين حد ربعة هذه موجودة عشرين مرة ثلاثين حد موجودة ثلاثين مرة كم يوجد حد نحسبو عدد الحدود كما قلنا في الدرس تبدأ بصفر وتخلص سبه AN إذن عدد الحدود هو AN زي 1 إذن 4 في 4 في 4 موجودة AN زي 1 مرة مليح الآن ركز مليح 4 في 4 مرتين هي 4 أس 2 هي 4 أس 2 4 في 4 في 4 ربعة 3 مرت هي 4 أس 3 4 في 4 في 4 عشر مرت هي 4 أس 10 4 في 4 في 4 AN زي 1 مرة هي باختصار شديد هي 4 أس AN زائد واحد الآن واش لازمتنا نديرو لازمتنا فقط نحسبو المجموع هذا المجموع آآ صيفر زايد واحد زايد اثنين زايد الى غاية آآ نحسبوه وركزوه معه قليلة الفكرة او مشهورة ايضا في سلسلة الافكار العالمة الكاملة في الفيديوهات الخاصة بالمجامع راح تفهمو بكم سهولة صحة نتابه معنا المجموع هذا صيفر واحد ثنين زايد الى غاية آآ هنا لازم ننتبهو بلي هذا المجموع منظروا له بطريقة معينة على اساس انه مجموعة متتالية حسابية لايش استاذ متتالية حسابيه لانه لو كانتذكا في المتتالية حسابية وش قولنا قلنا هي متتالية ز هيتز عدد الثابت وهل هذا المجموع تزيد عدد الثابت نعم رايز بواحد كان صفر اول واحد اثنين اثنان 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 امرأكدئه ويمكنك هذه الأمر teste حسبية حدها الأول وهو صفر وأساسها هو واحد اذا القانون في المجموعة المتثالية الحسابية وشي يقول لنا ذكر معنا يقول لنا الحد الأول صفر زائد الحد الأخير آن في عدد الحدود على ثني عدد الحدود تبدأ بصفر وتخلص بآن عدد الحدود هو آن زائد واحد إذن صفر زائد آن طبيعة الحال هي آن في آن زائد واحد على اثنان إذن فيما كان هذا المجموع صفر زائد واحد زائد إلى غاية آن راح نحط النتيجة آن زائد واحد على اثنان وملاحظة فقط هذا المجموع شهير معتها حصادفنا بكثرة في المجامع إذن هذا هو الفيديو الخامس في وحدة المتتاليات حول المتتالية الهندسية أفهمنا الدرس نظريا جيدا هزينا عليه القواعد المبرهنات الخواص وغيرها ثم بعد ذلك دينا باكالوريا دينا تمرين باكالوريا شعبة رياضية 2021 فيها أفكار ممتازة وتعلمناها وكي نقول شعبة رياضية هذا لا يعني أنه فقط شعبة رياضية ليحلوا لا جميع الشعاب العلمية تقدر تفهموه تقدر تحلوه تتعلم الفكر الممتازة إذن أتمنى أنكم استفدتم لهذا الفيديو أي شيء تركوه هنا في تعليقات ما تنسوا وجد عملنا هذا المحتوى مع الناس بيقرأ معكم فإن شاء الله في فرصة أخرى بالتوفيق سلام عليكم